اشتركوا في القناة و60 كيلومتر على مضمار مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة نخبة فرسان الإمارات والعالم وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول دعم رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة على وجه الخصوص ما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محليا وعربيا وعالميا ويرفع من كفاءة الفرسان وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية وقد أشاد جلالة الملك المفدى وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما وصلت إليه هذه العلاقات من مستوى متميز لكل ما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين حضر السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب والشيخ راشد بن دلموك المكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية وقام الشيخ راشد بن دلموك المكتوم وجمال بن تينا رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية بتتويج الفائزين في السباق بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العضب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية وحقق المركز الأول الفيرس عبدالله غانم المري على صهوات كاست البار كورتسير من أصطبل F3 تلت هو بالمركز الثاني الفيرس الإرجنتينية كاتالينا بوستونز على صهوة شاسا جني سومانت من أصطبلات جوميرا وبالمركز الثالث الفيرس راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة أت دايل رينج تيكس من أصطبلات M7 وأقيمت النسخة الخامسة عشر لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للقرى برعاية شركة إعمار العقارية وتنظيم نادي دبي للفروسية بمشاركة 153 فارسا وفارسة يمثلون مختلف الأصطبلات في الدولة كما شهد المهرجان الذي اختتم فعالياته اليوم السبت مشاركة واسعة من نخبة الفرسان في السباقات الأربعة وهي كأس السيدات وسباق الاستبلات الخاصة وكأس جميلة للأفراس وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للقرى مسك ختام المهرجان وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على الدعم اللامحدود لرياضة الفروسية وسباقات القرى والتحمل والذي يجسده إقامة هذا المهرجان السنوي الكبير في مدينة دبي الدولية للقرى مشيرا إلى أن تشريف فارس العرب وأخا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظ الله ورعاه كان له بالغ الأثر في تشجيع الفرسان المشاركين وتحفيزهم في السباق وهنى الشيخ راشد بن دلموك المكتوم أبطال سباق كأس الصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للقرى كما تقدم بالتهنئة إلى جميع الفائزين في السباقات الأخرى التي يقيمت تحت مظلة المهرجان وشيدا بأجواء المنافسة والحضور الجماهيرية في مهرجان القرى لاسيما السباق الرئيسي الذي جمع أفضل فرسان للمنافسة على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للقرى ترجمة نانسي قنقر